ما هي أهمية التأصيل العقدي ما هي أهمية التأصيل العقدي أهمية التأصيل أولا هي فهم الدين كما يريده الله سبحانه وتعالى أنك لا تخربط لا تنحرف إنما لما تعصل والتأصيل هذا من الكتاب والسنة وفهم السلف رحمهم الله في قضايا العقيدة لا تنحرف عن العبودية والألوهية ولذلك المتكلمين والمرجئة أرجعوا في قضية الإيمان فالإيمان هو المعرفة الإيمان هو المعرفة بل إنهم قالوا أن لا إله أي لا خالق أو لا فاعل لا هي القضية ليست بها كذا ولذلك هم توقفوا في قضية تكفير اللي يطوف بالقبور واللي ينذر لقير الله والذي يذبح لقير الله والذي كذا هذه كلها اللي تكلم عنها محمد بن عبدالوهاب رحمه الله هذه كلها يرفضون الكفر فيها أنا الآن ما أتكلم عن الكفر لكن أقصد أن فاعلها أن فاعلها وقع في الكفر لكن هل هو كافر أي قضية ثانية يعني فيه موانع وفيه كذا الجهل ما الجهل أي قضية ثانية لكن أنا أقصد أن هذه أمور مكفرة ومكفرة كفرا أكبر من يسجب لغير الله من يطوف بقبر من يستقيثه بغير الله إلى آخر هذه المساء النقطة الثانية صيانة المعتقد الصحيح أهمية التأصيل تقمن في صيانة المعتقد الصحيح النقطة الثالثة تصنيف المسائل حسب أهميتها يعني أهم شيء التوحيد وصيانة التوحيد والخوف من الشرك ثم بعد ذلك تنزل الأمور الثانية النقطة الرابعة أنك لما تأصل تنطلق من أرض ثابتة ولذلك شيخ الإسلام لا يستطيع أحد أن يغلب ليش؟ لأنه عنده أرض ثابتة فأنت لما تعصل الأرض الثابتة وتنطلق منها خلاص ما عندك مشكلة لما يجولون لك أي كلام أو أي شيء ترده إلى إلى الأصل